دشن وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيدا شبيبا بالعاصمة المؤقتة عدن التصفيات النهائية للمسابقة الرمضانية القرآنية الكبرى إقرى ورتل والتي تقيمها وزارة الأوقاف والإرشاد لدعم وتشجيع حفظ القرآن الكريم على امتداد محافظات الجمهورية وستبث في القنوات الفضائية والإذاعة المحلية خلال شهر رمضان المبارك وفي التدشين أكد وزير الأوقاف أهمية حفظ القرآن الكريم ومكانة الحفاظ في الدارين محذرا من استمرار استهداف الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانية للقرآن الكريم وإفراغه من محتواه والذي يظهر من خلال اتخاذهم لزعيمهم قرينا للقرآن أي مساوية للقرآن وخاطب المتسابغين أنهم خير من اختارهم الله لحفظة كتابه مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم الغرآن وعلمه مشيدا بما قدمه ممثل اليمن في المسابغات الدولية ورفعهم اسم اليمن عاليا في كل المنصات الدولية